على هامش اجتماع اللجنة البحرينية التركية المشتركة في العاصمة التركية التي اختتمت أعمالها بالأمس قام معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية والوفد المرافق بزيارة إلى المنطقة الصناعية في أنقرة حيث طلع الوزير على أهم ما تقدمه المنطقة من خدمات ومزايا للمستثمرين وتفقد عددا من المصانع بها موفد مركز الأخبار إلى أنقرة عبد الرحمن المدفع والتفاصيل سعيا من الوفد البحريني إلى الاطلاع على الخبرات التركية في مختلف المجالات الاقتصادية قام الوفد برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية بزيارة إلى المنطقة الصناعية في أنقرة حيث كان في استقبالهم رئيس المنطقة وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الصناعي التركي هذه الزيارة ليست مهمة لنا في المنطقة فحسب بل بالنسبة لتركيا ككل البحرين وتركيا يتقاسمان التاريخ والمعتقدات والكثير من الروابط المشتركة ولهذا السبب نتشرف بأن تربطنا علاقات وثيقة جدا بالبحرين ونسعى لتطويرها في المجال الصناعي تقطع أنقرة شواطا هام لكي تصبح أيضا عاصمة للصناعات التركية وخلال الزيارة استمع الوفد البحريني إلى شرح من كبار المسؤولين في المنطقة الصناعية حول أهم ما تقدمه المنطقة من خدمات ومزايا للمستثمرين وبحث الجانبان أوجه التعاون في المجال الصناعي بين البلدين الشقيقين كانت زيارة مهمة للوفد البحريني بالنسبة لنا لأننا نعلم أن البحرين بلد شقيق لنا وتربطنا به علاقات مميزة ونود أن نقوي علاقاتنا الاقتصادية بالبحرين وسعدنا بعرض شركاتنا ومشاريعنا التطويرية لهم وقد قام الوفد بجولة في المنطقة وتفقد عددا من الشركات الصناعية المتخصصة في قطاعات المقاولة والتشييد وبناء المعدات الصناعية وغيرها حيث أبدى الوفد إعجابه بالتطور الملحوظ للكطاع الصناعي في تركيا كما استمع الوفد إلى شرح من القائمين على عدد من الشركات الصناعية التركية حول أهم أقسام الشركات وصناعاتها وتبادل الوفدان وجهات النظر حول تنمية العلاقات الصناعية بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا تبادل الخبرات وبحث أوجه التعاون في المجال الصناعي بين البحرين وتركيا يعد من الركائز الهامة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وهو ما ركز عليه الوفد البحريني في زيارته إلى المدينة الصناعية في أنقرة برئاسة معالي وزير المالية عبد الرحمن المدفع لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين أنقرة ترجمة نانسي قنقر